أريد أن نعرف هذا المرض اللي هو السرطان كيف يتعرفه من الناحية العلمية؟ من الناحية العلمية لتعرفين الجسم عادة فيه دائماً جهاز للتجديد يعني الجلد يتغير كل ثلاث أشهر الجهاز الهضمي الغشاء المبطن للجهاز الهضمي يتغير كل ثلاث أربعة أشهر بس احنا ما نحس به هذا طبعاً يتم نتيجة جهاز موجود بالجسم اللي يأخذ ويعطي مثل واحد عنده كتيبة يبعث لها جنود حتى يعوض عن الفقدان نفس الشيء يصير بالجسم الخلية السرطانية خلية كامنة فيها خلل بالنمو لكن تبغى كامنة فترة طويلة يعني قد يجوز عشرين سنة إلى أن يجي محفز إلها حتى تتكاثر حتى تعوض نقص بوجود وتبتدي تتكاثر بس ما عنده الجهاز اللي يستقبل يقول لها أوكفي يعني احنا أكو خلية فقدنا ألف خلية نريد نعوضها الخلايا اللي حواليها تتكاثر تنتج ألف خلية يجيها تنبيه أوكفي خلاص توقف الخلية السرطانية ما تعرفها التنبيه هذا ولهذا تبقى تتكاثر تتكاثر بطريقة عشوائية والوحدة تصير اثنين والاثنين أربعة والأربعة يصورون هذا وبالنتيجة في خلال فترة تختلف حسب نوع الخلية ومنين تطلع من أي جهاز تصير ملايين الخلايا اللي تحتاج إلى غذاء ولا تحتاج إلى أكسجين وبالتالي تبتدي تتكسر كل الخلايا اللي حواليها لأنها تنمو خلايا تنمو إذا ما تحصل غذاء هتبوت وبالتالي تكسر الخلايا اللي حواليها تبتدي تنتشر بعدها تصير مثل الطفل شون لما أول ما تنشأ الخلية ما للطفل يسوي لمشيمة ويسحب الغذاء من أمه الخلية السرطانية بالضبط زيان دكتور هل هو لأن نقص الفيتامينات يسموه نقص الفيتامينات يعني إحنا ظلينا حايرين شو يعني لا ما لعلاقة بنقص الفيتامينات ما لعلاقة بأي شيء ما لعلاقة خلايا كامنة وقد يجوز موجودة بأي واحد من عندنا تعرفين مع العمر مع تقدم العمر مثل أي جهاز ثاني موجود تصير فيه خلايا غير قابلة للنمو أو تبقى ثاب يعني ضامرة